الأوضاع العام في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات المبحث الثاني الوضع العام في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي أولا الأوضاع السياسية هضاعت الجزائر للحكم العثماني شبه المباشر خلال مراحل الفتح التوتي 1514 ميلادي إلى غاية 1544 ميلادي وحكم البايلر بايات 1544 إلى غاية 1587 ميلادي والبشوات من 1587 إلى غاية 1659 ميلادي لأنها بدأت تانى عن الدولة العثمانية بعد استيلال الغاوات وهم قادة الانتشارية للسلطة عام 1659 ميلادي فهوهنت صيلتها باستنبول وتعزز ذات الاستقلال في مرحلة الدايات من 1671 إلى غاية 1830 ميلادي وتميزت العقود الأربع الأخيرة للعهد العثماني من 1790 إلى غاية 1830 ميلادي بعدم استطاع نظام الحكم والفساد ومنها قطاع الحكم الساوب حيث تولى الحكم خلال هذه الفترة ثمانية دايات اختولة منهم ستة إن الظاهرة البارزة التي ميزت الفترة الأخيرة من العهد العثماني عن سابقتها هي انتشار موجة من الاضطرابات في مختلف أنحاء البلاد مما تسبب في عدم استقرار نظام الحر وكل نظام من هذه العنظمة عرف ميزة خاصة به ففي أحد الدايات وضع الأطراب ديوانيين ديوان خاص وديوان عام فالديوان الخاص هو المجلس التنفيذي للدولة يترأسه الداي الذي ينتخب من قبل الأطراب لمدى الحياة ويتم بحط مطلق ويساعده في مهامه خمسة موظفين سامين من الأطراب بمثابة وزراء وديوان عام وهو المجلس التشريعي تتون من الموظفين السامين وكله من الأطراب وتمثل عهد الدايات بعودة رياس البحر الذين تغلبوا على اليولداش وطعموا حكما جديدا وهو نظام الدايات وذلك بانتخاب داي للحكم يحكم البلاد من قبل المجلس على أن يستمر بالعمل مدى الحياة لحين سطوط الجزاء بيد فرنسا لسنة 1830 ميلادي ورغم ذلك فإن الفترة الأخيرة من العهد الأثناني عرفت نخبة من الدايات كانت في مستوى الأحداث إذ كانت تمتاز بتفاعلية وقدرة قوية في تسير أمور البلاد واستطاعت أن تصمد رتحا من الورط أمام التحديات التي طرعت على المساحة الداخلية والخارجية ونثقر منها علي خوجة من 1817 إلى غاية 1818 ميلادي الذي حتم مدة تصيرة جدا لا تتجاوز ستة أشهر لكن مدته كانت حافلة بالأحداث الهمة فقد أدرات الأخطاء التي تانت الانتشارية تشتل على وجود الدولة الجزائرية فتطرر رابط الحزم حاربتها وتطع الصيلة بينه وبينها فإن عصر الدايات من 1671 إلى غاية 1830 ميلادي هو عصر القوى العسترية والحاتم هو الذي يختار وزرائه بحرية تما ويشكل مجلس الدولة بأسلوبه الخاص لكن إنصافا للحقيقة ينبغي أن نقول بأن نفوذ الجيش البحري الرياس وإزدياد نفوذ الدايات لم يخدم أبناء الجزائر الأصليين ولم يستجب لمطالبهم ورغم حالة عدم الاستقال التي ميزت هذه الحربة بوجعهم فقد نجحت الدايات الأقوية في أن يعيدوا سلطة مظهرها القوي وهيبتها ومن هؤلاء الحاج علي باشا 1818 إلى غاية 1830 ميلادي وشهدت البلاد عهد الداي إلى آخر استقرارا سياسيا إذ دامت ولايته 12 سنة ثانيا الأوضاع الارتصادية كان هذا الجانب محل اهتمام الكثير من الباحثين مثل ناصر الدين السعيدوني وإبشنه ونوشي حيث بيّن أن الحياة الارتصادية في الجزائر خلال العهد الاثماني كانت تقوم على الضرائب والحلف والبضايا والأسواق والوقف وموارد البحر ويمتن الوقوف على أهم مميزات ارتصاد الجزائر خلال التعرض للنشاطات الارتصادية الرئيسية للبلاد من زراعة والصناعة والتجارة ألف الصناعة إذ ظهرت خلال المئة وخمسين الأولى من العهد العثماني بفضل المهاجرين أندلوسيين الذين استحبوا مهاراتهم الحربية التي طوروها في بلادهم المفقودة فارتكزت الجزائر على الصناعات اليدوية مثل صناعة النسيج والأحذية والدباغ والسروج والخشب والزباج ومواد البناء والسفن والزخف والسلاح والبارود والمواد الغذائية إلى آخره هذا بالإضافة إلى صيد السمت وكانت جل النشاطات الارتصادية متماكزة بالمدن الكبرى مثل صناعة الأغطية الصوفية والأحزيم الحمراء بتلمسان والبرانيس والزرابي بطلعة بني راشد والأدوات الجلدية والأقميشة بمازونا ومهن الحدادة وصناعة الأسلحة والفضة بمناطر جوجرة ومعالجة الأصواف والجلود وصنع السروج والجوهر برسنتينة وصناعة الحلي والأحذية والشواشي بمنطقة الجزائر ومع ذلك فإن مصنوعة الجزائر لم تكن تستطيع منافسة المصنوعة الأوروبية ولا حتى المغربية والتونسية والذين يناولون الصناعة التقليدية في المدن الجزائرية تانوا عادة من الحضر النازحين من الأندلس الزراعة فالزراعة تانت المورد الرئيس الذي يؤمن معيشة السرطان وتانت الأراضي الفلاحية شديدة الخصوبة تدر منتوجات تثيرة ومتنوعة من خضر وثواته بالإضافة إلى المنتوجات الزراعية الصناعية من طرط نواتين وزيت أما من ناحية لإنتاج الفلاح بالإيال الجزائرية فقد احتضنت المنطقة بإنتاج نوع من المحاصيل حسب ظروفها الطبيعية والمناخية وأهم مورد فلاحي تانا مخصصا للتصدير هي الحبوب من طمح وشعير وتانت هذه المنتوجات تلبي حاجيات السكان والباقي يصدر إلى الخارج وتانت مظاهر ووسائل الزراعة تتمثل في المحراث البسيط والمنجل للحصاد وفرشات لجمع بطايا الزرع كما تانت هنا تم خابه تحت الأرض للاحتفاظ بالحبوب من فصل إلى آخر أما الانتاج فقط كان يتم سانة بعد أخرى لطلة الوسائل وإنعدام السماد فنواحي غيس ووران ومجانة ورسانطينا استهرت بانتاج الحبوب التي تانت تمثل محصولا رئيسيا معدا للاستهلات الداخل والخارجي ولذا عمل البباليت جاهزا للاستلال الأراضي المنتجة للحبوب حتى أصبحت أملات الدولة بنواحي مدينتين سانطينا ووهران تغطي حوالي 84 ألف هرتار عشية الاحتلال أما الأراضي التي تانت تنتج هذه الخيرات فتانت متسمة إلى أراضي العرش وهي ميلت للقبيلة وأراضي الميلت التبير التابعة للإرطاعية البورجوازية وأراضي فردية للأسر لم يكن نشاط الفلاحين مرتصر على الزراعة فقط بل يشمل تربية الحيوانات الأبطار والأغنام والماعز والخيول والنحر وتانى عدد الأغنام يصل أحيانا إلى 87 ملايين رأس مما يدل على أن البلاد تانى تنتج تميات تابيرا من اللحوم والأصواف والجلود جيم التجارة كانت المبادلات الداخلية محدودة نظرا للضعف الإنتاج وذيط الأسواق وعين خفاض الدخل الفردي وقلة المواصلات وفساد الإدارة وكانت تجرى في الأسواق الأسبوعية والموسمية التي تباع فيها المنتوجات الزراعية والحيوية فقط كانت الطرق الموجودة تقتصر على الربط بين أهم المراتز مثلا بين الجزائر وتلمسان عبر بوفريق والبليدة ومليانة ووهران ورسنتينة ولكن بالرغم من عدم شباتات مواصلات هما يمكن القول بأن مجموعة مناطق الجزائر كانت تشتيل في سنة 1830 ميلاد سوطا مشتركة وتانت الاختلافات بين المناطق من حيث لإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي سببا أساسيا في قيام التجارة الداخلية وتانت المبادلات بين الريف والمدينة وبين المناطق الجبلية والسهلية وبين التل والجنوب أما التجارة الخارجية فإنها تانت تتم مع بقية بلدان المغرب العربي والأرطال عثمانية بين المشرق بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي ما فتأت أهمية التبادل التجاري تتزاد معها شيئا فشيئا فنلاحظ معظم التجارة الخارجية كانت في أيديا جنا فقط كانت الدول الأوروبية وبالخصوص فرنسا تستورد الموارد الأولية المتوفرة بالبلاد الجزائرية بتنمية تجارية الأصواف والجلود والشمع والزيتون والزيوت والحبوب مطابل تصدير الأشياء التمالية والترفيهية العطور والمصبرات من فرنسا والزليج من إيطاليا والعتاد الحربي من إستندنافيا والرصاص والأقمشة من إندليترا عن طريق جبل طارق ثالثا الأوضاع الاجتماعية يأتي ستاتي بالاجتماع للجزائر التنوع العقل من حيث الوصول للمجتمع الجزائري كان المجتمع الجزائري متتونا من الأطرات وهم من الطابط الحاتمة وتضم في صفوفها الموظفين الساميين من السياسيين والإداريين والجنود بالإضافة إلى الكراغل والسلتان الأصليين الجزائريين والسود والحضر الوافدين من الأندلس رفقة أطلية يهودية ويمثل المسلم 99% من السلتان أغلبياتهم من المذهب المالي وبلغ عدد السلتان الجزائر في مطلع طعن التاسع عشر ميلاد نحو ثلاثة ملايين نسمة عاش خمسة منها بالمئة تقريبا في المدن أهمها حوالي عام 1830 ميلادي وخمسة وتسعون بالمئة من السلتان الجزائريين كانوا يعيشون في الريف واشتغل أرثرهم بالحرف والتجارة وتعنى أغلبية السلتان ترطن الأريف وتتقسم المجتمع إلى طابطات تمثلت فيه أولا الطبطة الأستقراطية التوقية تعتبر الفئة التي سيطرت على الجزائر أثناء العهد الأثماني تانى لها الصيب ونفوذ واسع في البلاد استطعت الاحتفاظ بالسلطة لصالحها وإبعادها عن السكان الأصليين ثانيا فيات الكراغلة بلغ عددهم نهاية القرن الثامن عشر حوالي 6000 نسمة ثم تزايد عددهم بشكل ملحوظ في مدينة تلمسان وقد حرمت هذه الفئة من الامتيازات أو تولي مناصف الدولة أو حتى المشاركة في الجيش ثالثان المهاجرون والأندلسيون شكلوا قوة جارية هيلة بالجزائر وساهموا مساهمة فعالة في تنمية التجارة وإدخال صناعة قيمة للبلاد مثل صناعة الأسلحة والتجارة وصناعة الخزف إلى آخره رابعا فيات اليهود تعامل اليهود مع الديوة مع قادة الجيش وهذا مرفع من شأنهم اشتهروا بعملية الصمصرة والقيام بدور الوساطة في المبادلات التجارية بينما تناط ساعدت سكانها تثيرا بسبب الأوبية التي اشتاحت المدينة بين السنتين 1787 إلى غاية 1791 ميلادي وزاد الطين بل الاحتلال الفرنسي الذي دفع بتثير من ستان مدينة الجزائر للهجرة وبداية انخفض عدد ستان المدينة إلى حوالي 25 ألف نسمة فقط أما المدن الأخرى فلم تكن أحوالها أحسن من مدينة الجزائر وقد اختلفت الإحصائيات حول عدد ستان الجزائر عند مدخل الفرنسيين فالمصادر الفرنسية تفتر ثلاثة ملايين نسمة وحسب مصادر الجاسوس الفرنسي بوتان فتان يقدر عدد الأطراق بالجزائر بنحو عشرة آلاف نسمة وخمسة آلاف من الترغوليين رابعا الأوضاع الثقافية كانت الحياة الثقافية التي تتميز بالطابع الإسلامي هي التي تربط ربطا متينا محتما بين مختلف أصناف الستان وكانت تعمل عملها في صهر الستان حتى يشعر بانتمائهم لبلد واحد وأم واحدة عندما تتحدث عن الطابع الإسلامي للثقافة فليس المرصود هو المحتوى الديني لهذه الثقافة فقط ولكن المرصود أيضا هو المحتوى الحضاري بما فيه من تعليم وتنظيم ثقافي وقضاء وعلاقات اجتماعية وفكرية حيث عرف الأهد الأثماني في الجزاء بالرطود الثقافي شأنه شأن بقية البلاد العربية فلم تكن هنا تحارة التحديد فترية ولا لانتفاضات علمية ذاتية متأثرة بالبلاد الأوروبية ورغم إن العربية ظلت لغة التعليم ولغة الشعب فتان إنتاج اللغة العربية يتادو ينحصر في الموضوعات الدينية والتعليمية وطليل من الشار وتان التعليم الابتداء مرتصرا على تحفيظ القرآن وطليل من الفر ويتم في المدارس التاتيب التي تان منها 86 مدرسة بالسنطينة و80 بالعاصمة و50 بتلمسان عشية الاحتلال وفي الزوايا والمساجد وشملت مراحله الثانوية والعليا الفر والتفسير والتوحيد وعلوم اللغة والفلط والحساب لتخريج المدرسين والأئمة والقضاء وذايت في الجوامع والزوايا المشهورة بالعاصمة والسنطينة والتلمسان ومازونة وبلاد القبائل ويقليم مضاب على وجه الخصوص ومهما يتم من شيء فقد أدى نظام الأوقاف إلى إيجاد نوع من الوحدة الثقافية لأنه كان المورد الأساسي للمدائس القرآنية والمعاهد والمساجد والمحاتم وتتعانى للسلطة العثمانية دورا في الحفاظ للتعليم ونشره والقيام بالأعمال الخيرية عبر المدارس والجوامع التي ساهمت في تعليم وتربية الأفراد فنجد مثلا المدرسة التابعة لجامع البطحة بالجزيرة والمدرسة الملحطة بجامع باب الجزيرة للتعليم الشباب العثمانيين أما المدرسة التشاشية فقد كانت ماتزا تعليميا متطورا وتتشاهد عدة فرنسيين شاهدوا الجزائر في فترة الاحتلال أن الأمية كانت منعدمة تقريبا في الجزائر وإن ستان الجزائر قد يتونون أرصى الثقافة من ستان فرنسا وكل الناس يعرفون الكتاب والحساب خلاصة الفصل وفي الأخير نستنتج من خلال دراستنا للمخططات الفرنسية للاحتلال الفرنسي للجزائر وأوضاع الجزائر عشية الاحتلال أن طموح فرنسا للاحتلال للجزائر يعود إلى أهد الملك الويس الرابع عشر وتواصلت لتعريف تطورا تبيرا في أهد نابوليون بونابارت الذي أرسل أفضل جواسيسي للجزائر لمعرفة طريقة الاحتلال والدخول العستع إليها وتما شهدت فترة شارل العاش العديد من المشاريع المتتالية التي كان هدفها واحد ومن أهم هذه المشاريع المشروع الثاني دوترسي ومخطط الجاسوس بوتان أما بالنسبة للأوضاع لاحظنا بأن الأوضاع الاقتصادية كانت متدهورة مما تسبب في ظهور مجاهات وانتيشان مختلف الأمراض والأوبياء مما أثار سلبيا على الحالة الصحية للستان وإن المجتمع الجزائي لم يكن مجتمعا طبقيا كما تطور تأثير من الكتابات الأوروبية خاصة عاشية الاحتلال الفرنسي للجزائر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد